اشتركوا في القناة ويغطي الكتاب الذي يتوقع صدوره الشهر المقبل مرسلات ترامب على مدى أربعة عقود وفي أحدى الرسائل عام 2000 تقول وينفري للرئيس السابق من المؤسف أننا لم نترشح للرئاسة يلنا من فريق وكانت النجمة التلفزيونية تعلق بهذه الكلمات على كتاب ترامب أمريكا التي نستحقها الذي بعث لها هو بمقتفات منه ووصفها فيها بأنها قد تكون النائبة المثالية للرئيس ونقل عن وينفري قولها لترامب إن تعليقاته جعلتها تبكي قليلا وبما أن كل رسالة في الكتاب تأتي مرفقة بتعليق من ترامب فقد وصف الرئيس السابق وينفري بأنها مذهلة لكنه تدمر من أنها لم تتحدث إليه بعد إعلان ترشحه للرئاسة عام 2015 وتحمل الكثير من الرسائل التي اختارها ترامب بنفسه توقيع شخصيات إعلامية بارزة خصوصا خلال الفترة التي كان يعيش فيها حياة شهرة لم يكن يثير فيها انقساما كما هو الآن هنا كان مليارديرا ونجما في عالم تلفزيون الواقع وبعض الرسائل أيضا هي لشخصيات سياسية من الوزن الثقيل مثل نيكسون وهيلاري كلانتون والزعيم الكوري الشمالي وفق بيان الناشر وسبق أن دفعت المرسلات مع كيم الرئيس السابق إلى الإعلان أمام حجد أنه والزعيم الكوري وقع في الحب في إحدى أكثر اللحظات غرابة في متيرته وكانت رسائل كيم المؤجهة لترامب ضمن وثائق حكومية سرية عثر عليها مخبأة في مقر الرئيس السابق في فلوريدا العام الماضي واتهم بسرقتها من البيت الأبيض والعام الماضي أصدرت وينينج تيم بابلشنج التي شارك في تأسيسها دونالد ترامب جونيور الإبن الأكبر لترامب كتاب رحلتنا معا الذي يروي بالصور لحظات ترامب في البيت الأبيض خلال ورايته للرئاسة وحقق الكتاب مبيعات وصلت إلى 20 مليون دولار مشاهدين الكرام مستمرون في تغضية إخبارية على مدار الساعة على شاشة تلفزيوني اليوم السابع أشكر لحضراتكم تيبا المتابعة وإلى اللقاء